أمامنا النهاردة معلومة ومعلومات خطيرة أصفها أصنفها أنا شخصيا بأنها خطيرة فاكرت لما تكلمنا عن خلية لندن وما جرى في لندن وما يجري في لندن والخلية اللي كانت ممثلة معظمها إعلاميين أنا اليوم أمام خلية أخرى لكن معظمها من الباحثين وأسازة الجامعات اللي فين؟ اللي في الولايات المتحدة الأمريكية يبقى كان عندي خلية لندن وطبعا عندنا خلايا إسطنبول خلايا مش خلايا واحدة في إسطنبول ثم خلية لندن وخلية قطر حضرتكم عارفينها أو خلايا قطر خلايا إسطنبول خلية لندن والنهاردة بتكلم على خلية الـ 14 خلية الـ 14 لازم ننتبه لما يجري وما يقوم به هؤلاء الـ 14 أهم دي خلية جديدة فين؟ في الولايات المتحدة الأمريكية بيسمين نفسهم لوبي مصري معارض فين؟ في الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة اللي قدامنا دي ممكن يكون الناس مش عارفينها فيها اتنين معروفين بس عز الدين فشير اللي فوق ويه آخر واحد بهيد دين حسن عز الدين شوكري فشير ويه بهيد دين حسن والباقي تعالوا لقل لكم مين هم واحد ورد تاني زينب أبو المجد خليل العنامي نجوان الأشول عبد الرحمن عياش صهر عز عز الدين شوكري فشير شادي حامد مايكل حنة بهيد دين حسن حفصة حلاوة ودول عشرة مصريين وثلاثة أجانب ميشيل دان إيمي هاو ثورن وليام كواندت دول دي المعلومات عن كل واحد فيهم وشغلته ايه وبيعمل هي نجوان لا شوال هي قدام نجوان لا شوال دي اللي فاتت يا ريت هلها ثروت ايوة دي دي ما بين اسطنبول ما بين امريكا ما بين تركيا ما بين امريكا رايح عجاية دول بيجمعهم مركز اسمه مركز بوميد مركز بوميد يا ريت تجيب لي الصورة من فوق خالص اللوج بتاعهم مركز بوميد ده مركز بيطلح تقرير سنوي عن مصر اهو مركز ايه بوميد بوميد اهو ده المركز اللي دول بيجمع هذه الخالية بين جنباته خالية اللي 14 عميل اللي 14 خايد اللي 14 واحد بيزعموا انهم بيكونوا ما يسمى بلوبي معارض ضد الدولة المصرية دول بيعملوا ايه دول بيكتبوا تقارير وهذه التقارير بتخرج من بوميد المركز الوهمي اللي بيصرف عليه ومؤسسه قطريين قطريين عاملين مركز اللي 14 دول شغالين جوه المركز بينتجوا تقارير للهجوم على الدولة المصرية بيقولوا ايه بقى خلاصة ما قاله هؤلاء في التقارير السنة دي طلع السنة دي ضرورة تفكيك المنظومة الامنية للدولة العميقة في مصر ايه اه المشكلة الوحيدة امام الديمقراطية من وجه نظرهم الجيش والشرطة طب ايه الحل نفكيكهم تفكيك المنظومة الامنية والعسكرية من وجه نظر خليط الاربعتاشر اللي شغالين في بومد بتمويل من قطر بيحطوا تقارير والتقارير بيطلعوها ويوزعوها لأعضاء الكونجرس وعضاء مجل الشيوخ ومراكز الدراسات في الولايات المتحدة الامريكية وبياخدوها يدوها لمراكز ما يسمى بحقوق الانسان والصحف تاخد منهم ويبدأوا يتكلموا على مصر بهذا الشكل خليط من اربعتاشر واحد منهم منهم عشرة مصريين وتلاتة مش مصريين طبعا انشط وعدة فيهم ميشيل دان اللي هي اللي قدامنا اهي عموما عموما اهي دي ميشيل دان دي بتكره مصر كراهية غير طبعية كانت شغالة في مصر موجودة فترة انا بقول للناس ادي الاسماء وده الصور ابحسوا انتوا عنهم خشوا دوروا بالاسماء راجوا الحلقة شوفوا الاسماء دي بتعمل ايه بيتكلموا على الجيش المصري اسوأ ما يمكن ان في حد تتكلم على جيش بلده هم دول بتكلموا هدف هؤلاء في خليط بومد او خليط الاربعتاشر هو الحط من شأن الدولة المصرية من خلال الهجوم على مؤسستي الدولة المصرية المؤسسة الشراطية والمؤسسة العسكرية نحن لهم فاضحون وبالمرصاب نراهن على وعي الشعب المصري في كل مكان دمتم في امان الله